في الحقيقة البارح كنت نهضر معك يا مانار هذا الكلام هكتسمعي فيه يا مانار هجرت معك وقلت لي بلي الاعداد المركبة عندك فيها مشكلة في الحقيقة سبق وان عملت عملا في هذا في هذا الموضوع عندي خدمة قديمة عندي خدمة قديمة فقط انا رح دي نزيد نعدلها ونزيد نوثقها ونزيد نرتبها ونزيد العمل هذا رح قديم وصلت للحلقة رقم 30 فيما سبق درت هامراهم في الفيديوهات القادمة العدد المركبة من الصفر زاد فتحة يساوي زاد ام فتحة حيث هذا الكلام حل في سي المعادلة زاد فتحة ساوي زاد جداء الطرفين في الوسطين نجد معادلة من الدرجة الثانية يمكننا حلها بالشكل النموذجي ويمكننا حلها بطريقة المميز العنوان تعالف فيديو هذا ها ورا العنوان هذا ها ورا ثالثة علوم تجربية باك 2019 الاعداد المركبة من الصفر الى حل البكالوريات السابقة اذا هذا عمل قديم الفيديوهات في القناة التاعي ها مرهم اللي ديرهم بري في ديرهم بري في ديرهم بري في وفي المشاهدات ها مرهم كنت حطيتهم دي جون كنت حطيتهم دي جون اذا وش قصدي قصدي كي ينخدم خدمتها من نوفات اللي هي بالعداد المركبة وكان العنوان صريح من الصفر الى حل البكالوريات السابق في الحقيقة الان انا انتهيت من عمل سابق من عمل خدمت الفرنسية الخامسة ابتدائي ها وراك فدرت فرنسية من الصفحة السفر الى اخر صفحة اللي هي ثمانية عشر اللي هي عندهم البروجي سيكونس خدمتها بالفرنساوية برك بعد عاود ترجمتها العربية بعد عاود ترجمتها بعد عاود ترجمتها بعد عاود ترجمتها باعداد المركبة راني نيحدس في الفيديوات ورايني نيحدس فيها في الاوراق الاوراق التي تم صنع الفيديوات بها رح دينديرها في اخر شي اه الأولا رح ديكون فيديو و ietnam كي اللي يقول لك الفيديوات ملاح كي اللي يقول لك الاوراق ملاح احنا درناهم في زوج لاننا نعتقد ان الفيديوات والاوراق متكاملة في زوج ملاح كاي اللي يقول لك الفيديوات برك وكاي اللي يقول لك الاوراق برك انا يا نشوف فيهم في زوج متكاملين عمام من الاخر فالحقيقة ما اعتقده في الرياضيات اعتقده امور كثيرة وطول الكلام فيه انا وش رح دي ندير رح دي نبدأ نخدم نخدم ورح دي ندير طريقة في الكلام لكل مقام مقال واش رح ندير نبدأ نخدم مثلا كما دي الصفحة عيا ورا الصفحة هذه عيا ورا اليوم رح نفي الحلقة الاولى رح نفي الحلقة الاولى مليح الآن أنا وش ندير نبدأ نخدم نبدأ نخدم نبدأ نخدم ونبدأ نكتب في الأوراق نبدأ نخدم ونكتب في الأوراق الأوراق هذه رح تكتب أمامكم بالفيديوهات مباشرة تجي فكرة نوثق إذن هذا الفيديو ما هو هدفه فيه في الحقيقة عدة أفكار أقولها شفاويا الآن ثم هذه الصفحة الأولى في المطبوعة الثانية هي هذه الصفحة الثالثة ستكون هنا نكتبها في المقدمة هنا في المقدمة ستكتب وش نقول ذلكها شفاويا هني نكون صريح نكون صريح والصراحة رح والهدفه في الجهد أول شي قلت يا منار بداية الفيديو قلت يا منار العمل هذا كله لمنار سبب هذه الأعمال سبب هذا العمل وهذه السلسلة هو منار إذن يا منار العمل راه ليك بالدرجة الأولى يا ربي تجيب منار الباك إذن ندروها ربما فكرة في الفيديوهات كل ما نخدمه في فيديوه قلوا يا ربي تجيب منار الباك يا ربي تربح منار الباك باك 2020 إذن هذه الأعمال كلها لمنار لسبب منار واللي جف الجرة بصحته عطاه ربي اللي لهم يتعلموا بسبب منار بصحتهم عطاهم ربي بالصحانة شخصيا في الإسلام يقول لك الأعمال بالنيات ويعقد الإنسان النية النية إذن أنا الآن أعقد النية هذه الأعمال ستبنى على نيتي نيتي في هذه الأعمال أنا أقول فيها هذه الأعمال لمنار بالدرجة رقم واحد الحاجة رقم اثنين هناك من يقول هناك من يقول لا الطريقة لا توجد طريقة التعلم بالفيديوهات هناك من يرفض التعلم بالفيديوهات يقول لك طريقة على الفيديوهات ما كانش منهم أنا نقول له كين منهم وبنغبريط الوزيرة السابقة قالت كين منهم وبنغبريط الوزيرة السابقة قالت ديروا الأعمال الأستيدة قالت الأستيدة ديروا الأعمال تعكم في فيديوهات باش نهار نينس حقهم نلقاوهم داروا فاوضى وداروا روحهم ما يفهموش وكاي اللي يقول لك الكتابات وتأليف الكتب فقط أنا الآن في قناة تجربة أساتيذا شوفوا هنا يا في اللوغو وش مكتوب هنا يا تجربة أساتيذا حسب التجربة التاعي الأعمال بالفيديوهات كين منها والأعمال بالأوراق والكتب كين منهم فيزوش كين منهم واحد يكمل الآخر مكنش الأوراق برك ومكنش الفيديوهات برك فيزوش كينين ولهذا رايح دي ندير الأعمال بالفيديوهات وبالبيديف فكرة أخرى أرشاني كاتبنايا حلول تمارين الباكالوريات تعجزاء ما قولت باكالوريات فرنسا ما قولت باكالوريات المغرب ما قولت باكالوريات تونس ما قولت دين فهمك في الرياضيات الهدف راني حاطه هنا ما قولت باكالوريات فرنسا وتع تونس أنا يكثر خيري كين عاونك ونفهمك في باكالوريات الأعداد المركبة إذن هناك حلم بسيط يا مانار راك تحلمي به نعطيك الحلم بتاعك يا مانار أنت يا مثلا كوني يقول لك مثلا واحد نخليك تفهمي من 2008 إلى 2019 من الباكالوريات هذه تفهمي مواضيع الأعداد المركبة وبرك تقولي الرب يزيدني ما تقوليش الرب يزيدني إذن الآن حلمك ما هو حلمك هو فهم الأعداد المركبة من الباكالوريات السابقة من 2008 إلى 2019 دين حقوا هذا الحلم فقط ما ندير روح لتونس ما ندير روح لتمر الكتاب المدرسي ما ندير روح لتع مدرس أجبال الأمة ما ندير روح لتع مراسلة ما ندير روح لتع ما نشرح لتروح لتع الامتحانات في ولاية الوطن ما ندير روح لحتى بلاصة هنا تحبس نفهمك من السفر إلى حل هذه الباكالوريات نخليك تفهمي الباكالوريات العدد المركبة وفقط هذه المهمة اللي رح دين نلتزم بها وراح دين نحطها نصب عيني إذن هذا ما أردت وقوله في الفيديو رقم واحد